اكسبرسو ويكاند في بلادنا وجدت بحثنا ضيفتنا الاماراتية حور القاسمي رئيس مؤسسة الشرق الفنون الحديث على التظاهر هذه اللي هي فيها مديرة فنية لتظهر دريم سيتي مش ناخد من عنده اكثر تفاصيل نحكي معها على الفنون على الثقافة مرحبا بك حور القاسمي في اكسبرسو فيو وفي تونس اهلا صباح الخير صباح النور حور القاسمي حصلت على بكالوريوس الفنون الجميل عام الفين واثنين قريت في لندن حصلت على ماجستير في الرسم عام الفين واربعة ماجستير زادة في تقيم الفن المعاصر في الفين وثمانية كنت عضو زادة في لجنة تحكيم مهرجان دبي السينما الدولي عام الفين واربعتاش عديد تظاهرات اللي كنت شاركت فيهم في الصين في لبنان في المانيا في الامارات في الشارقة زادة بالتحديد حصلت على عديد الجواز كنت زادة حاضرة في قائمة مؤثر ومؤثرة في نشاط المجال الإبداعي والفني وحاليا رئيس مؤسسة الشرق الفنون لامتداد أكثر من عشرين سنة مسيرة حور القاسمي مسيرة طويلة مسيرة متنوعة ثقافيا وإبداعيا كيف تقيم حور القاسمي هذه التجربة الطويلة أولا شكرا على على كل شيء نحن في أنا عرفت سلمة وسفيان يعني من زمان سلمة وسفيان ويسي وشغلهم أنا شغلي في بينالي الشارقة بدأ في 2002 لكن كنت طفلة في أول بينالي الشارقة فحياتي كلها كانت بينالي الشارقة من عمري 13 سنة فحياتي كلها فنون ونسميها بيناليات يعني المعارض كل سنتين ومشتغلت كفنانة بس كنت أفكر يعني في فنانين ما محصلين على أن أحد يكون يعملهم معراض ولا يشوفون أعمالهم فأنا تركت الفنون يعني إنما كفنانة ما كان عندي وقت أشتغل على على اللوحات بس قلت أهم أن أشتغل مع الفنانين لأنه شفت مجال غير خاصة بالعالم العربي يعني التواصل مش مثل التواصل مثلا في أوروبا في عندهم مثلا والأليانس فرنسيز وهالي المجموعات اللي تدخل في المدن الأخرى ولا البلدان الأخرى فكثقافات هو مهم أنه واحد يطلع من سياسة البلد يعني ويدخل كإنسان يعني يكون فيه تعامل بين الناس وبين الشعب في العالم نحكيه على الثقافة ونحكيه على الفنون نحكيه على معنى كوني معنى عالمي يتجاوز الحدود نحكيه على الفنون والثقافة تتغير نظرة الفنان والمثقف والفنان بمجموعة من الفنون تتغير نظرة وحسب المرحلة يعني كل تجربة مرت بأحور القاسمي تتغير نظرتها لمعنى الفنون لقيمة الفنون لأهداف الفنون طبعا أنا يعني يهمني لما أشتغل على معرض يكون أشتغل في المدينة نفسها يعني تكون في علاقة مع الشعب مع المكان مع الناس أنا أحب يعني أرمم المباني القديمة أحط فيها عروض أفكر كيف الناس يعني بيكونوا موجودين في هالمكان مثلا في تونس قشلة العطارين كانت مسكرة وفيها عروض في غرفة غرفتين بس لهالسنة نظفنا المكان ورجعنا المكتبة القديمة اللي كانت موجودة بس التغيير إننا حطينا في الموقع كافي عشان نحنا بدنا الناس يكونون في المكان طول اليوم يكون مكان حي وعدنا محلات ولا دكاكين لتبيع الكتب وعدنا أفلام الفنانين عرضينا هناك مهم ترميم التاريخ مهم بس مش بس ترميمة ترميمة تجديدة ترميمة تجديدة بس بعد كيف بتفعلها للحاضر يعني في الناس تفكر إن التاريخ التاريخ بس التاريخ حاضرا شي غير فذا واحد يشوف تاريخه بس يفكر يعني كيف هالتاريخ لمعنى للشعب اليوم فيعني الفنون فيها تدخل في مجلات مجلات كثير مجلات كثير فمهم إنه واحد يفكر مثلا تاريخ العنصرية تاريخ الأسكلافاج تاريخ اللي هاجروا بلدان أخرى تاريخ الاستعمار يعني كل هذا بعد تشوفون التأثير في الحاضر فمهم إن الشعب يعرفون هالتاريخ بس يفكرون كيف هالتاريخ يأثر عليهم في الحاضر وفي المستقبل يعني بالماضي وبالتاريخ نبنيه الحاضر ونبنيه المستقبل رؤية حور القاسمي للمباني هذا والترميم هذا وقتنا نلقاه تجديد موجود في تظاهرة دريم سيتي أول حاجة كيفاش لقيت هات التظاهرة مع مجموعة كاملة مع فريق كامل معتها اليوم معتها مجموعة المواضيع اللي تحكيوا فيهم مجموعة الرؤية المشتركة بنيتكم وشغل دريم سيتي معروف في العالم يعني طبعا كفنانين سلمة وستوفيان ويسي بس كمهرجان معروف في العالم وأنا زرت السنة الماضية وشفت كم من موقع اللي حبيت أشتغل فيه قشلة العطارين وتربة سيدي بخريسان وأماكن أخرى بس شفت الناس والمجتمع في المدينة كيف بيحبوا دريم سيتي ويعرفون دريم سيتي وهذا شي مهم إنه مهرجان بس للناس اللي جاية من براء إنه مهرجان للشعب تونس والفريق يعني ما شاء الله عليهم يعني اشتهدوا اشتغلوا الصيف في الحر الوقت ليحضروا هذا المهرجان التظاهرات مثل تظاهرات دريم سيتي تغير المفهوم بتغير الزمن يعني اليوم تظاهر هذي بتاع دريم سيتي الطموحات معنا كيف تشوف هالطموحات لبناء تظاهر كونية عالمية كيف أنت معنا كيف ما الرؤية متاعك أنت هي إذا الفكرة موجودة في الموهبة يعني حتى للمعرض صغير ولا كبير يعني فيك توصل الكلام توصل المشروع فأنا أحس أن طبعا الموهبة تكبر كل سنة كلنا هيك فيك البناء في العالم بس الشي في المهرجان وفي الفنون أن تغيير نوعية الفنانين والأعمال هو اللي يغير في دريم سيتي فما حاجة اسمها دريم باس دونك هذه خمسة دناري المعنطها توين ستنجم يتكون فما معنطها جولة في أهم المعالم في أهم الأماكن اللي مشاركين فيها في تظاهرة دريم سيتي دونك ماذا تضيف هذا للمواطن للشعب باش أنه يكتشف المباني اللي بنظفينها ومرممينها الفنانين اللي عارضين عدنا فنانين فنانة من أرجنتينا عدنا فنانين من هيتي من مالي من لبنان من فلسطين ومن عراق وغيرها فيعني يشوفون مواضيع مثلا عدنا الفنان خليل رباح من فلسطين شغلة في طربة سيدي بوخريسان أنا يوم شفت هالمكان شفت شجر الزيتون ففكرت في شغل خليل عشان يتكلم عن شجر الزيتون وعن فلسطين فأهمية شجرة الزيتون في فلسطين وفي تونس والزيت الزيتون في فلسطين وتونس ونفس الشيء مع الفنان العراقي مايكل راكفيتس تاريخ أهله في العراق مع التمر التمر العراقي والتمر في تونس فهالأشياء يعني تزيد المعلومات تزيد الثقافة التاريخية والحضارية في تونس انت حكيت على الماضي اللي تنجم والتاريخ تنجم تبني به الحاضر والمستقبل والمستقبل هم الأطفال صح الأطفال كيفش نجموا انهم نفهمهم التاريخ نفهمهم الماضي من المعمار إلى الحضارات إلى الأسماء التاريخية اللي مرت على التونس ومرت على المدينة العتيقة في تونس فما تظهر أو فما معطى اسمه خربقة سيتي اللي هو مجموعة من العروض اللي نجم توصل معلومة للأطفال هذا مهم وبعد انه شغل مع الأطفال والمجتمع ياخذ وقت مثلا انا بعد عشرين سنة مع بنالي الشارقة شفت يعني تأثير عشان الأطفال اللي كانوا معنا وهم صغار بيشتغلون معنا وهم كبار فيعني لازم واحد يكون شوية لازم يكون عنده صبر انه يشتغل مع الأطفال ومع الأطفال من من كل من كل الأماكن يعني في المدينة ومهم انه الشغل يكون مستمر مش مرة وحدة وبعدين خلاص الفكرة أصعب المسؤولية أكبر في التعامل مع الأطفال طبعا مسؤولية كبيرة بعد انه كيف واحد يحافظ على المدينة كيف يحافظ على نظافة المدينة وعلى هالأيام نحن نتكلم عن بعد عن البيئة ونحافظ على البيئة فهالأشياء لازم واحد يبتدي وههم أطفال وهي الطفل بعدها باش تعطيه المعلومة باش إنه كنت وصله مفاهيم معينة كما كنت تحكي فيها فما أساليب حتى في التعامل مع الأطفال يظهر كفنانين كمثقفين تعطيها أهمية كبيرة طبعا عشان هو يعني مهم للمجتمع وبيكون هو اللي ما خذ مسؤولية المدينة والمجتمع يعني في المستقبل اليوم العمل يظهلي على بناء فكر جديد بناء فكر بيئي بناء فكر مناخي بناء فكر يحافظ على الموروظ الثقافي والحضاري معتها للإنسانية في عديد البلدان حتى اللي زرتهم معتها في عديد البلدان أنا كنت في كيوبا مثلا وشفت الوضع في كيوبا وكنت في في البرازيل وفي أرجنتينا بلدان كثير فإن هذا هالأشياء يعني تخصنا كلنا في العالم مش إنه مجتمع بواحد أصبحت قضايا مشتركة بين الدول صح حتى في حتى في تنظيم التظاهرات أصبحت فهمة معتها نفس الأفكار ونفس القضايا ونفس الرسالة زي دا موجودة وشي مهم إن الناس تحس إنهم يعني مبلغ وحدهم في هذا الموضوع بس العالم كل ما آهم فما زي دا نرقاو عروض موسيقية في المسرح البلدي في تونس العاصمة في بطحة الحفصية زي دا موجودة إذا لخصوا في كلمات تظهرت دريم سيتي كيف لخصوها حور القاسمي صعبة دريم سيتي هو يعني عارف إن سلمة وسفيان هم حبوا إن المدينة تكون يعني فيها حياة وفيها وهو حلمهم هم إنه يكون موجود أحس إن في أنا جيت السنة الماضية حسيت إن دريم سيتي مهم كتير لمدينة تونس بس أفكر إن دريم سيتي مهم إن العالم تعرف عن تونس وعن تاريخ تونس وعن الفنون والفعاليات في تونس هو مهم زادة إنه الفن ويمكن زادة الرسالة منذ ظهورة دريم سيتي اللي عنده تاريخ طويل كما قلت وكما يعرفوا معنا هو جيل بعد جيل معنا في دريم سيتي مهم إنه الفن معنا يخرج من من الأماكن اللي هو موجود فيها إلى الشارع صح هو أهم شي هذا يعني نحن بنقول البنالي مثلا بينالي الشارقة بينالي برلين بينالي كلها المعارض اللي تصير كل سنتين ثلاثة سنين أهم شي فيها أن تدخل في الشارع وتدخل في أماكن الناس تكون موجودة عشان في ناس ما بيحسوا في الثقة أنه يدخلوا المتحف يفكرون أن المتحف للإليت ولا المتحف للناس المثقفة أو الطبقة معينة لكن هو الفنون لكل حد للجميع للجميع هو رسالة إنسانية وفنية معتها للجميع مهم زيدا تسويق للتظاهرة دريم سيتي عبر ما مرقع التواصل الاجتماعي وفهم زيدا باش فيسبوك للتظاهرة هذه بش معتها الناس تكتشف أكثر الموقع وتكتشف أكثر التظاهرة هذه نخليلي كلمة الختام حور القاسمي شكرا طبعا نحن ودنا أن كل حد يكون معنا في هالوقت دريم سيتي ويشوفون الموقع التواصل الأوقات للعروض والأوقات للمحاضرات عدنا محاضرات مع الفنانين وإن شاء الله نشوفكم إن شاء الله شكرا لك حور القاسمي على حضورك معنا ذكركم من تظاهرة دريم سيتي مزيدة متواصلة حتى لثمانية أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين نرجو لكم بعد الأخبار